رسالة دي جاية من مصطفى جايلاني عبدالله اعز اصدقائي دكتور جايلاني من المنوفية هو استاذ امراض نسا في المنوفية فهو فكرني بجايلاني ياردت تكون قريبه راجل سوبر بنا يحميه مصطفى جايلاني عبدالله بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيه ظهور بقع زرقاء في جميع جسمي عملت التحليل ودكتور قال لي نقص في الصفائح الدموية والبقع لم تظهر اما بتظهر بتقلمني الممكن ان تجاوب على سؤال طبعا اجاوبك بدا ما قريته حاجوبك لو مش حاجوبك ما كنتش قريته يا جايلاني دلوقتي البقع الزرقاء اللي تحت الجلد نتفق ايهي الاول اتفاق جنتلمان كده ما هي البقع الزرقاء اللي تحت الجلد هو نزف تحت الجلد هو نزف تحت الجلد طب هو ترقائي اه ترقائي انت ما قلتش انك لما واحد بيديك بوكس بتزرق انت بتقول بقع زرقاء بتطلع لوحدها شتان يا اخوانا بين واحد بديته بوكس زرق وزرق لوحده من غير بوكس فالتلقائي ده بيبقى فعلا نقص صفائح لكن نقص الصفائح ما يديش بوكس زرقاء ما يديش نادر جدا 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 بيدي نقاط حمراء ايه نعم نزف تحت الجلد بس نقاط حمراء فالبقع الزرقاء ممكن تكون حاجة تانية مصاحبة لنقص الصفائح انت عملت عد صفائح طبيعي من 250 الف ل 450 الف في الملي المكعب قل سبحان الله قل سبحان الله ملي مكعب عارف ادي ايه ملي فيه 300 الف صفيحة ده ما هو ايه تلت مليون في الملي المكعب ربنا عمل الصفائح لمنع الناس لمنع الناس ربنا عارف سبحانه وتعالى ان احنا نتعور باب العربية قفل على ايدي ازازجة بحلق الصبح عارف ان احنا نتعور فعملنا ميكانيزم خطير جدا جدا يشترك في هذا الميكانيزم الصفائح لكن هو مش كل حاجة احنا عندنا ثلاثة بيبنعوا الناس الصفائح اللي في النص الصفائح تجري على مكان الجرح وتقف عشان تمنع الناس فلما يبقى نقص الصفائح يبقى اول ظاهرة ان انا لما اتعور الدم يستمر انت بتحلق الصبح اتعور بسر كم الدم لكن الصفائح تمتاز ان الناس تلقائي قاعد ولد قاعد في الفصل فجأة منخيله تفتح دمه فصل فصل نصف شديد جدا ده يطلع الصفائح هو ايه اللي اخبطه احنا عاديين نحزق ليه عندنا مرضين مرضين اللي اتنين بينزفوا مرض اسمه هيموفيليا ومرض اسمه نقص الصفائح الهيموفيليا لازم تتخبط لازم ما فيهاش نازل تلقائي رجبتي قاعدت على الرجبة وانا بصلي الرجبة تعملت كده تنزف عشان كده ممنوع اطلاق الهيموفيليا يرعب كورة او يركب عجلة لانه عرضة للناس باي خبطة بسيطة فببتاع الصفائح تلقائي لوحده ناس في الصفائح نادر جدا ان يكون بقع زرق ممكن يكون دعيب فيه الشعيرات الدموي ضعيفة فتنفجر فتدي بس في هذه الحالة مش هيبقى الصفائح واطية فهي الحالة مش واطعة خالص لانه جايب شق يمشي مع الصفائح وهو ان الناس في تلقائي لكن الشق التاني مامشيش مع الصفائح لانه بقع زرقه مش نقط حمره روح لدكتور دم بسرعة بسرعة وحيحل لك المشكلة ترجمة نانسي قنقر